في عالم الصحف أهلا بكم والبداية بعد الفاصل البداية دائما من صحيفة الوطن المحلية التي عنونت لليوم النظام التركي واصل اعتداءته على ريف حلب ويجدده على ريف الحسكة ورسائل دحذيرية روسية له الجيش يكبده داعش في البادية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد أهالي القنيط راح تفل بذكرى ثامنة والأربعين لتحريرها المقاومة هي اللغة التي يفهمها الاحتلال المقتل الوطن مغضون في مسيرتنا حتى استكمال تحرير كامل الجولان وفلسطين إلى الثورة التي عنونت أيضا سوريا تشارك بالمنتدى الحضر العالمي الحدي عشر في بولندا بدء عملية التسوية في مدينة قارة وما حولها بريف دمشق إلى البناء اللبنانية التي عنونت عودة التفاوض حول الملف النووي بمبادرة أوروبية أمريكية لاستباق بلوغ إيران العتبة النووية بغداد تستضيف اجتماع وزيري خارجية إيران وسعودية وحلف بايدن الدفاعي يتضع وفي عنوين الصحف الأجنبية نقرأ لليوم في واشنطن بوست بايدن مجموعة السبعة ستحضر وردات ذهب الروسية بسبب العمليات العسكرية نيويورك تايمز عنوانة واشنطن أطلقت النار على قدميها بفرض العقوبات على موسكو بي جاردين البريطانية مجموعة السبعة بايدن يعرقل خطة بريطانية لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الباييس كتبت إسبانيا حكمة ناتو في مدريد لن تبحث انضمام أوكرانيا للحلف إلى أخبار الرياضة والبداية من صحيفة ماركا جواز السفر المدريدية السبب انتقال خصوص إلى أرسنال إدير ميلتاو حجر أساسا في مشروع ريال مدريد كوريرا تيلو سبورت كتبت انتر ميلان يقترب من إعارة ستيفانو سينسيو وكريستيانو رونالدو إلى روما صفقة مستحيلة العلم السوري في القنيترا يرفرف للجولانة ويهدد الكيانة وطاربه شادغان عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية وجاء فيها في سادس والعشرين من حزيران تسكب الذكرى وضو النصر على وجه الميدانة السورية ويروي تشين تحرير حكايات المعركة الممتدة على شهور معوامة حتى تكون القنيترا شهد الأكبر على انتحار إسرائيل رفع العلم العربي السوري عاليا يرفرف في سماء الوطن كل حجر في القنيترا المحررة لا زال يمطق بالتحرير ويمد الحماس لكل زرة تراب من الجولان المحتل كل حجر يحكي عن همجية إسرائيل ووجب الجيش الاحتلال وكيف سعى الكيانة لتدمير المدينة السورية انتقاما من سموض أهلها في ذكرى رفع العلم ينهض يوسف العظم أن يرمي تحية على حماد الديارة ويرجع جور جمال من مهمته في بحر الإسكندرية إلى سوريا ملقيا للسلام على من بقي يحمي الوطن والعروبة بسلاح الشرف والإخلاص وروحه الحقائدية مثلتا للعالم كما قال السيد الرئيس بشار الأسد بأن الجيش السوري مدرسة متكاملة الأركان في الرجولة والتضحية والفداء وإنه القلع الحصينة التي تتحطم على بواباتها كل جحف الإرهاب إلى صحافة العدو حيث قالت صحيفة يومعوت أحرانوت الصهونية نجنون السياسي والكرى هي بات يسيطران على نظام الحكم في إسرائيل وأن الانتخابات المقبلة قد تتضمن جولات عديدة أشارت الصحيفة الصهونية في تقريرها إلى أنه من المرجح أن يتولى وزير الخارجية يعني لبيد في الأسبوع المقبل منصب رئيس الوزراء المؤقت بعد أعلان رئيس الوزراء نفسها لبنية أنه يخطط لحل الكنيسة وبالتالي حل ائتلافه المشؤوم معتبرة أنه في ظل هذه الظروف يبدو أن لبيد هو المنتصر في هذه الكارثة السياسية وفي فقرات تويتر نتناول تغريدة تحت عنوان نجاحك تحت شاف مدير سيء يكشف عن مرض النفسي كشفة دراسة جديدة نشرها أخصائي في التنمية البشرية على تويتر أن من يعانون من مستويات عالية من الاعتلال النفسي يميلون إلى تطور والازدهار في العمل تحت ضغط الرؤساء الذين يتصرفون غالبا بطرقا تعسفية بحسب التغريدة سلطت الدراسة الضوء على بعض القضايا التي تعاني منها القوى العامل حاليا خاصة إساءة معاملة أرواب العمل وكسر خصوصية وعدم إفاء بوعود وغيرها من الضغوط اليومية إلا أن النتائج أثبتت قدرة المصابين بالاعتلال النفسي بجميع مستوياته على المضي قدما في جمع مجال العمل والقدرة على تحمل الإساءة وانخراط في المشاعر الإيجابية بالمقارنة مع أقرانهم هنديون يحتفل بزفافه بأغرب طريقة عنوان خبرنا في صفحة الأخيرة وجاء فيها قرر مهندس سندي أن يحتفل بزفافه بطريقة غريبة خارج على المألوف والمتعرف عليه في الأعراس التي تقام في بلاده حيث تدول رواد مواقع التواصل صورا وفديوهات من زفاف الشاب وهو يركب جرافة في موكب الزفاف الخاص به الشاب قال أعمل كمهندس مدني وتعمل مع جرافات جزء من مهام اليومية وأضاف أحمدت فكرة استخدام جراف بدل السيارة في موكب زفافي بحيث يكون ذلك أمر غريب لا ينسى القصة بدأت عندما اقترح الشاب على أصدقائي في العمل مساعدته للقيام بأمر غريب يوصق من خلاله يومه المميز فبشروا على الفور بجمع كميات من الظهور والقرائك التي كانت موجودة في موقع قريبا من عملهم ما أثار دهشته في يوم الحفل تبرع له بشراء زين ملونة ومريحة الجلوس وبالفعل زف عروسه بجلوس في جرافة المزينة التي اعتبرها هي أيضا أو التي اعتبرتها هي أيضا مريحة وقالت إنها فكرة مجنونة وغير مضية